ثمانية غارات إسرائيلية استهدفت فجر الأربعاء قطاع غزة مخلفة ضحية وعدد من الإصابات هذا تصعد من قبل إسرائيل جاء بعد تهديدات سابقة أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمينة نياهو ووزير دفاعه أفكدور لبرمن أكد فيها بأن القطاع سيتلقى ضربة موجعة في حال لم تتوقف مسيرات العودة على حدود غزة إسرائيل أعلنت بأن حركة حماس أطلقت صاروخين استهدف أحدهما مدينة بئر السبع والآخر سقط في البحر وبحسب الرواية الإسرائيلية فإن الصاروخ أطلق من غزة وأصاب منزلا وعلى إثره أصيب ثلاثة إسرائيليين نقلوا إلى المشفى لكن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أصدرت بيانا تعقيبا على ذلك تنفي علاقتها بصاروخ بئر السبع الغارات الإسرائيلية استهدفت موقع أبو جراد جنوب غزة بعدة صواريخ وموقع الواحة غرب بلدة بيت لاهية كما طال القصف موقع لجهاز الأمن الوطني قرب بحر رفع وخان يونس شمالي قطاع الغارات أسفرت عن فقدان شاب لحياته بينما أصيب عدد آخر بينهم أطفال من طلاب المدارس في دير البلح وفي ظل التصعيد الإسرائيلي أفادت أنباء عن قطع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي زيارته للولاة المتحدة ليعود إلى إسرائيل وعلى خلفية أحداث غزة الأخيرة قرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفكدور ليبرمان إغلاق معابر غزة وتقليص مصاحة الصيد للصيادين الفلسطينيين إلى مسافة ثلاثة أميال فقط بعد أن كانت تسعة أميال سابقا وتتزايد التوترات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة منذ أشهر بسبب احتجاجات أسبوعية هناك وتأتي أحداث اليوم لتشكل مؤشرا إضافيا على أن الوضع بين الطرفين قد يتخذ منحا تصعيديا في الأيام القادمة